اهلا بكم النهاردة الجزء الاول من المقارنة ما بين استخدامات المدارع البسيط والمدارع المستمر المقارنة الاولى بنستخدم المدارع البسيط لما بنتكلم عن الحقيق السابتة بشكل عام علمية او شخصية يغلي الماء عند مئة درجة ماوية دي حقيقة علمية سابتة ما بتتغيرش فبنستخدم المدارع البسيط مثال كمان لا ينمو الأرز في المناخات الباردة برضو دي حقيقة علمية سابتة مثال كمان مع ذرة هل تتحدث الانجليزية هنا سؤال انا بسأل على حاجة في شخصية القدامي هل هو قادر ان هو يتكلم اللغة الانجليزية ولا لا فدي حقيقة مش هتبقى متغيرة لاما قادر يتكلم لاما مش قادر طبعا هي ممكن بعد كده تتغير لكن انا بسأل دلوقتي على حاجة في شخصيته موجودة ولا لا فبستخدم المدارع البسيط على العكس من كده بقى لما منستخدم المدارع المستمر لما منتكلم عن حاجة بتحصل دلوقتي شيء يحدث الان الماء يغلي هل يمكنك اتفاع النار ات هنا طبعا مقصود بيها النار تطفي النار فهنا فيه مية بتغلي في الوقت اللي هو بيتكلم فيه الشخص هو بيقول لحد ممكن اتفاع النار فدي مش حقيقة علمية سبتة انت بتكلم على حدث بيحصل مثال كمان ما اللغة التي يتحدث بها هؤلاء الناس طبعا هنا باين قوم الكلام ان حد بيسأل عن اللغة اللي بيتكلم بيها الناس دي في الوقت دوت اللي هو بيسأل فيه طبعا السؤال ده بيختلف عن السؤال الاولاني السؤال الاولاني انا كنت بسأل على حاجة موجودة ولا لا فيه شخصيته قدامي حاجة قادر يعملها ولا لا لكن السؤال ده انا بسأل على الحاجة مرتبطة بوقت الكلام اللي انا بتكلم فيه هما بيتكلموا لغة ايه الناس ديت طبعا هنا المقارنة واضحة ان في الجزء الاولاني مع المدارع البسيط كنا بنتكلم على حقيقة سبتة فيه شخصيته اللي قدامي او حقيقة علمية لكن في الحالة التانية مع المدارع المستمر كنا بنتكلم على حدث بيحصل في وقت الكلام اللي احنا بنتكلمه يعني المية بتغلي في الوقت ده او الناس بتتكلم في الوقت ده المقارنة التانية بنستخدم المدارع البسيط لما بنتكلم عن حاجة بتحصل طول الوقت او بشكل متكرر او العادات اللي بنعملها في حياتنا مثلا اصطي كذف الساعة الثامنة كل صباح يعني انا بصحة كل يوم الساعة تمانية فدي عادة انا واخد عليها بعملها كل يوم يبنستخدم المدارع البسيط مثال كمان نذهب عادة الى السينما في عطلات نهاية الاسبوع يعني احنا متعودين ان احنا بنروح السينما في اجازة نهاية الاسبوع فدي حاجة احنا واخدين نعملها فنستخدم المدارع البسيط برضو مثال كمان تقرأ ليزا صحيفة كل يوم يعني ليزا متعودة تقرأ جريدة او صحيفة كل يوم هي متعودة تعمل كده فدي عادة هي بتعملها كل يوم لكن المدارع المستمر بنستخدمه لما بنتكلم على حاجة بتحصل في الوقت المحيط بالحديث بمعنى ان هي بتحصل خلال الفترة دي وممكن تاخد فترة من الزمن في المستقبل القريب موجودة بتحصل قبل ما احنا بنتكلم شوية ولسه مستمرة لقدام تريدو ليندا العمل في ايطاليا لزا فهي تتعلم الايطالية واضح من الكلام ان هي بتدي تتعلم الايطالية ولسه هتاخد فترة في تعلمها مش بس الوقت اللي احنا بنتكلم فيه فبالتالي هتاخد فترة من الزمن بس فترة مؤقتة فده برضو نستخدم المدارع المستمر لان ده حدث برضو بياخد فترة مؤقتة بس طويلة شوية برضو منستخدم هنا المدارع المستمر لان الحدث دوت بيحصل في وقت الكلام مش مستمرة على طول هي بتتعلم الايطالية في الفترة ديت مثال كمان الشركة التي اعمل بها لا تبلي بلاء حسنا هذا العام يعني الشركة اللي انا شغال فيها خلال السنة دي مش شغالة كويس والسنة دي لسه ما خلصتش فهي خلال الفترة بتاعت السنة دي فهنا برضو نستخدم المدارع المستمر ما نقدرش نقول لهنا نستخدم المدارع البسيط لان مثلا كانت شغالة كويس قبل كده ممكن شغالة كويس بعد كده لكن هو مقصود بيها الفترة دي فنستخدم المدارع المستمر طبعا برضو هنا المقارنة واضحة ان احنا نستخدم المدارع البسيط مع الحاجة اللي بنعملها باستمرار وبنستخدم المدارع المستمر مع الحاجة المؤقتة بس اللي ممكن بتاخد لها فترة شوية من الزمن حصلة وهتاخد فترة شوية من الزمن الورايب المقارنة التالتة بنستخدم المدارع البسيط لما بنتكلم عن الحالات الدائمة اللي هي حاجة سبتة في حياتنا ما بتتغيرش For example My parents live in London They have lived there all their lives يعيش أبواي في لندن لقد عاش هناك طوال حياتهما فهنا أنت بتتكلم عن حقيقة دائمة في حياتهم هم عايشين طول عمرهم هناك مش حاجة متغيرة برضو ناخد هنا بالنا من They have lived They have lived دا تصريف present perfect طبعا present perfect leaders هنعمله الفترة الجاية ممكن تشوفوا الشرح بتاعه علشان تفهموا ليه تحط في الجملة داية مثال كمان Mark isn't lazy He works hard most of the time Mark ليس كسول إنه يعمل بجد معظم الوقت فهنا بنتكلم على حقيقة في Mark إنه هو بيشتغل بجد طول الوقت مش حاجة مؤقتة على العكس من كده بقى لما بنستخدم المدارع المستمر بنتكلم عن حالة مؤقتة For example I'm living with some friends Until I find a place of my own أعيش مع بعض الأصدقاء حتى أجد مكانا خاصا به يعني أنا أعيش مع بعض الأصدقاء في الفترة دي لحد ما لاقي مكان يكون خاص بيا فدي هتكون فترة مؤقتة فهنستخدم المدارع المستمر مثال كمان يعمل توم بجد اليوم لأنه لديه الكثير اللي يفعله يعني توم النهار ده بيشتغل بجد بس يعني دي مش الحاجة اللي بيعملها كل يوم غير لما اتكلمنا على مارك اللي كان بيشتغل على طول بجد فهنا مقصود أن توم دي مش عدته هو بس النهار ده عشان عنده شغل كتير فنستخدم المدارع المستمر المقارنة الرابعة لما بنستخدم always لما بنستخدم always مع المدارع البسيط يعني حاجة احنا بنعملها دايما For example I always go to work by car أنا دائما أذهب إلى العمل بالسيارة يبقى هنا دايما أنا بروح الشغل بالعربية دي حاجة دايما مش حاجة كده مؤقتة فدي حاجة دايما بعملها باستمرار مثال كمان Peter always gets to work early يصل Peter دائما إلى العمل مبكرا يعني Peter دايما بييجي لعمل بدري فدي حاجة على طول بيعملها مثال كمان Julia always enjoys parties Julia دايما بتستمتع بالحفلات يعني هي دايما بتحب الحفلات وبتستمتع بيها لكن لما بنستخدم always مع المدارع المستمر بيختلف المعنى لأن مع المدارع المستمر بمعناها مش دايما بمعناها في كثير من الأحيان أو أكثر من المعتاد يعني حاجة بنعملها في كثير من الأحيان لكن مش دايما لقد فقدت هاتفي مرة أخرى أنا أفقد الأشياء في كثير من الأحيان يعني مفيش حد على طول دايما بيضيع الحاجة اللي عنده لكن ممكن بيضيع الحاجة كتير يعني أكثر من المعتاد عن غيره وأحيانا منلاقي في الترجمة أن المدارع المستمر مستخدم مع always ومترجمة للعربي دايما لكن الترجمة دي مش دقيقة لأن هنا فيه اختلاف علشان كده بنستخدم always مع المدارع البسيط أو مع المدارع المستمر فيه هدف من الاستخدام فما ينفعش الاتنين بمعناها دايما لكن الترجمة المعنى المزبوط بتاعها فيه كثير من الأحيان أو أكثر من المعتاد مثال كمان أنت تلعب ألعاب الكمبيوتر أكثر من المعتاد يجب أن تقوم بشيء أكثر نشاطا برضو المقصود هنا مش معنى دايما المقصود هنا أنك أنت بتلعب ألعاب الكمبيوتر أكثر من المعتاد يعني بتلعبها كتير لكن مش المعنى هنا دايما المعنى هنا أن هي أكثر من المعتاد فلما بنستخدم always مع المدارع البسيط معناها دايما ولما بنستخدمها مع المدارع المستمر معناها أكثر من المعتاد طبعا فيه اختلاف في المعنى ده طبعا الجزء الأول من المقارنة بين المدارع البسيط والمدارع المستمر الفيديو اللي جاي هتبقى تدريبات محلولة على الجزء ده مع الشر والفيديو اللي بعديه هيبقى الجزء الثاني من المقارنة ما بين المدارع البسيط والمدارع المستمر ودايما أهم حاجة نحاول نسمع كتير نسمع الجمل نسمع المحادثات لأن أفضل وسيلة لتثبيت المعلومات هي الاستماع أنا فهمت القعدة لكن محتاج أسمع باستمرار عشان تثبت لأن أنا لما هسمع الجملة هكون فهمها بقى فهفتكر القعدة حاول نسمع باستمرار وابتديت مجموعة من الفيديوهات على القناة للتدريب على الاستماع وعلى النطق سواء المفردات الكلمات أو الجمل بنسمع الجملة أو الكلمة مرة سريعة ومرة بطيئة وبعدين مرة سريعة تانية وبنحاول نعيدها فنحاول نسمع باستمرار ونعيد الجمل أو الكلمات وإن شاء الله في فيديوهات متنوعة هتنزل باستمرار على القناة نيجي لما عدد سؤال الحلقة السؤال عبارة عن سؤالين حد بيسألهم لحد وراء بعض يعني والسؤال الثاني نائس حتة وهي موجودة في الاختيارات السؤال بيقول Can you hear those people? What? Not about? A Do they talk? B Are they talking? C They talk هتختاروا الإجابة الصحيحة وتكتبوها لنا في التعليقات وهنا تواصل مع بعضنا إن شاء الله See you later موسيقى موسيقى